اتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بيقابس الاجتماع الاقليمي الرابع لفائدة المنخرطين في برنامج الفلاحة العائلية باقليم الجنوب اجتماعات الاقليمية هذه تدخل في نتاق اعداد مخططات جهوية للنهوض بالفلاحة العائلية ومن بعد المخططات الجهوية هذه اللي بيش تعمل في الجهات بش نعمل مخطط وطني اتحاد الفلاحين والادارة الفلاحة وادارة اخرى باش نفكروا مع بعضنا كيفاش باش نحضروا برنامج عمل يكون فيه الفلاحة العائلية حاجة اخرى في 2020-2019 في هذا الاجتماع الاقليمي تم تطرق الى مختلف محاور برنامج الفلاحة العائلية التي ستقع سياغتها وبلورتها في شكل مخطط عمل جهوي يمهد لارساء استراتيجية وطنية للنهوض بالفلاحة العائلية الفلاحة العائلية عبر العالم تقريب تمثل بين 80-90% من مستغلات فلاحية وتأمن تقريبا 80% من حاجيات العالم كرة الارضية في تونس نفس الشيء ولكن مهم شيء في تونس وعبر العالم هذا كعليش لممتحدة بعد عديد الدراسيات والاستقصاءات رجعت اللي راه الفلاحة العائلية هي الاساس لدحظ الفقر والجوع في سنة 2030 الفلاحة العائلية تكتسي اهمية ثابتة ويمكن ان تضطلع بدور فاعل في النهوض بالفلاحة التونسية متى وجدت العناية اللازمة الواحة هي معناها تنجم تخدم فيها الفلاحة العائلية بامتياز وسنوات ولكن للأسف ولد تشهد العديد من الصعوبات منها ربما تشتت الملكية نقص المردودية الاقتصادية اللي خلت برشة عزوف من الشباب اليوم بشتم تناوله معناها بشكل مدقق ويحاولوا كيفاش الرجع المكانة الرسمية للفلاحة العائلية هذا الاجتماع الاقليمي يتنزل في اطار الاحتفاء بعشرية الامم المتحدة للفلاحة العائلية واثثه العديد من الخبراء في المجال الفلاحي ترجمة نانسي قنقر